بسم الله الرحمن الرحيم في هذه الرسالة سوف نتكلم عن قواعد البيانات التاتابس قواعد البيانات التاتابس واحدة من الأسباب الرئيسية لوضع أجهزة الكمبيوتر في داخل الشبكة هو لقدرتها على تخزين البيانات والوصول إليها وتعديلها والأداء الرئيسية لإدارة البيانات هي قاعدة البيانات والذي ازدادت تطورا وانتشارا على مدى العشر السنوات الماضية مما خلق مجال جديد وطريقة جديدة في تخزين البيانات البيانات من الممكن أن تكون معلومات مثل أسماء عنوين صور ملفات نصية فيديوهات إلى آخر هذه البيانات في الشبكات قد يتم تخزينها في فايل سيرفر خادم ملفات وهذه البيانات كلما زادت أحجامها وزادت أهميتها مثل أن تكون خاصة مثلا بالعمل فهنا نحتاج إلى إدارة لهذه البيانات حيث من خلال نظام إدارة قاعدة البيانات اللي هو الـ DBMS اللي هو Tata Based Management System حيث يتم من خلالها تخزين وتنظيم الملفات وتسهيل البحث عنها وكيفية عرضها وتحديد المسموح لهم بالوصول للبيانات والقيام بإنشاء الحسابات الخاصة بهؤلاء المستخدمين وتوزيع الصلاحيات عليهم قاعدة البيانات تحتاج إلى لغة برمجية خاصة لكي يتم التخاطب مع قاعدة البيانات وأشهر لغة مستخدمة عند الـ SQL مثال أنت تعمل مسوق في شركة تسويق وتريد الحصول على أرقام الهواتف الخاصة بالعملاء الذين يعيشون في منطقة جغرافية معينة والذين قاموا بشراء منتجات منك في العامين الماضيين عندها سوف تحتاج أولا لتحديد المنطقة التي تريدها ولو قمت بذلك يدويا في البحث في داخل سجلات العملاء عندها سوف تستغرق العملية وقت وجهد بينما مع قاعدة البيانات أنت سوف تقوم بإنشاء استعلام والذي قد لا يتجاوز سطر واحد تحدد فيه الشروط التي تريدها ليتم من خلالها البحث في داخل قاعدة البيانات وإظهار المعلومات بناء على طلبك مستويات قاعدة البيانات Database Models يوجد لدينا ثلاثة مستويات لقاعدة البيانات وهي كالتالي عندي الOne Tire Model نموذج المستوى الواحد وهي تعني وجود قاعدة البيانات والتطبيق على نظام واحد The Two Tire Models أو نموذج المستويين وهي تعني أن يقوم العميل باستخدام التطبيق الذي يتصل بقاعدة البيانات والتي تعمل على سيرفر مختلف وهذا النموذج هو غالبا ما يتم تطبيقه Three Tire Models نموذج الثلاثة مستويات وهو يعني عزل المستخدم عن قاعدة البيانات وذلك من خلال جعله يتصل بقاعدة البيانات من خلال Application Surfer ومنه إلى سيرفر قاعدة البيانات وبالتالي سوف يتواجد لدينا ثلاثة مستويات مستوى للمستخدمين مستوى للApplication مستوى للTatabase يقوم الApplication Surfer باستقبال طلبات العملاء ويقوم بإرسالها إلى الTatabase Surfer لتتم المعالجة ومن ثم يقوم الTatabase Surfer بإرسال البيانات إلى الApplication Surfer والذي يقوم بدوره بإرسالها إلى العميل هذا النموذج هو الأكثر أمانا عند التعامل مع قاعدة البيانات والوصول إليها وهو ما ينصح به أمنيا إلى هنا نكون وصلنا إلى نهاية هذه الرسالة أتمنى تكون وصلتكم الرسالة كان معكم حسن صالح مرشد من الشبكات الرقمية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته